اهلا بكم انا احمد رشاد جاي اس دي بارتمنت مانيجر اخذنا مقدمة سريعة في فيديو جاي اس كارير رودماب عن مجال الجاي اس وتطبيقاته المختلفة التانية اللي ليها على قدم والمكونات اللي بنحتاجها لانشاء نظام معلومات جغرافي وكان من ضمن المكونات الافراد اللي هتقوم بتطوير النظام ده وهم الجغرافيك ديتا سبيشاليست الكارتوجرافر الجاي اس ديتابيز ادمينستريتور الويب ادمينستريتور الجاي اس اناليست والجاي اس ديفلوبر في الفيديو ده هنتكلم بشكل مفصل عن بروفايلز الجاي اس اناليست والجاي اس ديفلوبر مهمات كل شخص فيهم المهارات المطلوبة لكل وظيفة ومصادر مختلفة نتعلم منها كل مهارة فيهم وتساعدك كبداية لك في المجال الجاي اس اناليست او الجاي اس ديفلوبر يفضل يكون من خريك كلية هندسة مدني او عمارة علوم الحاسب تخطيط عمراني او اي مجال زوخل فيها جغرافية عشان يكون عنده بعض الاساسيات المهمة والحس الفراغي للتعامل مع الخرائط المطلوبة في المجال ده لكن طبعا فيه كورسات اونلاين كتير بتغطي الجزء ده فمثلا على اليوتيوب جيومونت بتقدم سلسلة فيديوهات كانتروداكشن للمجال وجاي اس فندامينتال ليرنينج بلان على ازري اكاديمي معظم الكورسات فيها مجانية وكذلك موقع جاي اس جيوغرافي في شكل نصي نبدأ باول جاي اس جيوبروفيل الجاي اس اناليست الشخص المسؤول بشكل اساسي عن مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ لتطبيقات نظم المعلمات الجيوغرافية فمثلا لو عندنا عميل طالب رايد هندلينج ابليكيشن زي اوبر او كريم او سويفل الجاي اس اناليست هو الشخص اللي بيتواصل مع العميل ويفهم متطلباته ايه الابليكيشن هيوصل المستخدم من النقطة الف الى النقطة بيه في رابط بين المستخدم والصائقين اللي قريبين منه في النطاق المكاني هيظهر للصائق المصاري الافضل والاقصر في الوقت لو فيه اخطر من مستخدم هيكونه في نفس الرحلة ويبدأ يحلل المتطلبات دي ويحط التصور للتصميم بتاعه ازاي ممكن ينفزه في شكل تقارير قواعد بيانات وده بعد ما يكون كتب العلاقة بين العناصر المكانية المختلفة وده يعني يقول المكان ده قريب من كذا او يذكر مسافة محددة او يقول ده تقاطع مع خطوط تانية على الخريطة وزاي يقدر يربط المستخدم باقرب صائق ليه وافضر مسافة بينهم وهكذا ولو تمت الموافقة على التصورات المبدئية فهو الشخص اللي هيقوم بانتاج وتصميم الخرائط الرقمية بشكل واضح ومقروق للكل عليها المعلومات الاساسية المطلوبة زي الطرق ونقاط الاهتمام البيو آيز ده اللي بيوضح ان المكان ده هيحتاج سواءين كتير علشان فيه مباني شركات زي القرية الزاكية والعاصمة الإدارية وهكذا وانه يقدر يعمل لها تحديث بشكل دوري ومنظم عشان يضمن جودة البيانات بصورة مستمر ويقدر يتابع فريق العمل كله أثناء تنفيذ المشروع لانه هو اللي عنده الرؤية الشاملة للمشروع والإمكانيات في مجال نظم معلمات الجرافية يقوم بالتأكد من إتمام جميع مراحل التنفيذ بالكفاءة والجودة المطلوبة تبعا للجدول الزمنية وفي الآخر بيكتب توصياته زي فين أكتر الأماكن بتيجي فيها طلبات وما يكونش فيها عدد كافي من السيارات عشان يساعد متخز القرار باختلاف الباججراونز المختلفة بتاعتهم انهم يقدروا ياخدوا القرار دي أو لا الجائز أناليست مش بس بيشتغل على تطبيقات الرايد هندلينج وإنما في مجالات تانية كتير زي جزئية التسويق ممكن الجائز يساعد في الجيو ماركتنج عن طريق توزيع الحملات الإعلانية المقارنة مع الشركات المنافسة رصد المبيعات لكل فرع وتوزيع العملاء وبخاصة المميزين لتقديم خدمة أفضل وغيره من خدمات التسويق كمان ممكن الجائز يساعد خدمة العملاء في توزيع مراكزها بشكل عادل واختيار أفضل الأماكن للمراكز الجديدة بالإضافة اللي عرضها على خارجة العملاء للتعرف على أقرب فرع اليوم طيب إيه هي المهارات المطلوبة تحديدا في الجائز أناليست؟ أول مهارة يكون عارف كل علوم الجائز والاستشعار عن بعض اللي بتتلخص في الموضوعات الآتية والموضوعات دي تلاقيها مضغطية في شكل الكورسات في موقع إزري موك بروجرم وموقع ليرن أركي جاي إس وجامعة يو إيس ديفيز مقدمة على موقع كورسيرا مجموعة من الكورسات في الموضوعات دي وهي مفيدة على مستوى الديجيتال إميج بروسسنج كمان كورس مابس أند جيس باشر ريفليوشن المقدم من جامعة بينسلفينيا مفيد جدا للمبتدئين في بعض الموضوعات السابقة مع التركيز على الجايز سيستم أناس في هكساجون هتلاقي كل ما يخص الامج بروسسنج والروموت سنسنج بشكل سهل ومبسط من أول التعريف بأساسيات الاستشعار عن بعض حتى الوصول باستخدام الماشين ليرنينج على صور الأقمار الصناعية وده في صورة كورسات وديكمينتيشن وفي اليوتيوب هتلاقي سلسلة فيديوهات في تشانلز مختلفة زي جيومينتز دوت كوم بتغطي جايز تكنيكس اند برينسبلز المفاهيم الأساسية لعلوم الجغرافيا زي الإسقاط وعناصر الخريطة وخطوط الطول والعرض وحاجات تانية كثير وفيديو بيرفورمينج اناليسيز ابلاينج سبشال اناليسيز تكنيك من تشانل ازري افينز وهي مقدمة عن التحليل المكاني وبعض الأمثلة والنماذج الفعلية من بعض المشاريع تاني مهارة استخدام البرمجيات الخاصة بالمجال سواء مفتوحة المصدر زي كيو جايز او التجارية زي أركي جايز او إرداس إمجن كل برنامج منهم ليه المواقع الخاصة به والدوكمينتيشن اللي بيشرح طريقة التعامل معه وطريقة استخدامه وبالأخص في كيو جايز توتوريال بيبدأ من الأساسيات والأدفانس وتحليل الشبكات وصولا إلى استخدام البايثون والويب مابينج باستخدام الكيو جايز أما التطورات اللي بتضافي كل إصدار للبرامج واللي لازم تتبعها بشكل مستمر في صفحات البلوج الخاصة به تالت مهارة اللي تعتبر الأهم لنجاح أي مشروع الجايز بروبلم سولفينج إنه يقدر يحلل المشكلة ويحط الميثدولوجي أو تخطيط جيد وواضح من البداية لإمكانية إيجاد حل لمشكلة بالجايز وعلى اليوتيوب جيومينز عاملة سلسلة فيديوهات The Sixth Step of GIS للبروم سولفينج بتغطي المهارات دي في شكل 6 خطوات لتحديد المشكلة وإيه الطرق المختلفة لحلها بالجايز وصولا للحل المناسب المهارة الرابعة الجيو سباشيال ثينكينج وهي القدرة على التفكير بصورة فراغية عشان يكون قادر إنه يحط التصور والسيناريوهات اللي بتوجد العلاقة بين العناصر المكانية المختلفة وكتاب جيو سباشيال ثينكينج وLearning to think especially بيغطوا المهارات دي بشكل جيد جدا الجايز أناليست بيتدرب وظيفيا ويبقى سينيور جايز أناليست Business Analyst Consultant ثم Project Manager or GIS Scientist وأخيرا IT Manager وممكن تختلف المسميات للجايز أناليست من شركة للتانية زي الجايز انجينير الجايز كوردينيتور الجايز سبيشياليست الجايز بيسنس أناليست في بعض الشهادات اللي الجايز أناليست ممكن يحصل عليها زي إزر سورتيفيكيشن وهي شهادة بمقابل مادي خاصة ببرامج الاركي جايز الخاصة بشركة إزر من كبرى الشركات العالمية في مجال الجايز شهادة جايز بروفيشنال من جايز سورتيفيكيشن انستيتيوت هي شهادة خبرة في مجال الجايز بشكل عام ولازم يكون عندك خبرة أربع سنين في المجال ده على الأقل للحصول عليها بمقابل مادي اللي ممكن تبدأ في التسجيل ليها وتبدأ الاختبارات قبل ذلك الريموت سينسينج سبيشياليست سورتيفيكيشن الار اس اس بتتضمن هذه الشهادة تسع دورات قصيرة في مجال الريموت سينسينج والساتلايت ايميتش بروسيسنج ولابد من استكمال الدورات دي باختباراتها للحصول على الشهادة المعتمدة من شركة هيكساجون كبرى الشركات العالمية في مجال نظم المعلمات الجغرافية تاني جوب بروفايل هو الجايز ديفلوبر هو حلقة الوصل بين الجايز أناليست وباقي أفراد الديفلوبمنت تيم هو المسؤول عن تحويل الأفكار اللي تم تصميمها من الأناليست إلى جايز أبليكيشن اليوزر يقدر يتعامل معاها بتلبي احتياجات العمل وده باستخدام لغات برمغة مختلفة والجايز مابينج باستخدام الجيوبروسيسنج تول لغات البرمغة زي الجواسكريبت، الطايب سكريبت، روبي لبرمجة الواجهات الأمامية الويبسايت بيتفتح من الانترنت بروزر والاكتابة الكود اللي هيتكلم مع السيرفرز ممكن نستخدم بايثون، بي اتش بي، جاوا، أو سي شارت أما لو هيكون التطبيق ديسكتوب زي اللي موجود على اللابتوب أو البي سي فهنستخدم لغات برمجة زي السي شارب، الدوت نت، البايتون، جافا، أو سي بلاس بلاس ولو هيكون تطبيق للموبايل في الاندرويد ممكن تستخدم جافا أو ري اكت نيتيف المبني على لغة الجواسكريبت والتطبيق اي او اس ممكن تستخدم لغة سويفت أو أبجيكتيف سي أما عن التعامل مع البيانات الجغرافية في التطبيقات ففيه أدوات مختلفة بتساعد الجواس ديفلوبر انه يقدر من خلالها يكلم الخرايط ويعمل تحليلاته باستخدام معظم لغات البرمجة والأدوات الكميرشيال زي الاركي جواس اي بايز اللي ممكن تتعامل معها بجافا سكريبت أو بالبيتون وبكل لغة منهم شركة ازري منزلة كورس كامل لي وفيه الأدوات مفتوحة المصدر يعني مجانية زي الابن لييرز والليفلات وفيه نوع تاني وهم السيرفز بروفايدر زي جوجل مابس وهير وطنطم ماب بوكس الشركات دي عندها السيرفزز الخاصة بيها وما عليك انك تتعامل مع السيرفزز دي عشان تقدر تستخدمها في التطبيق بتاعك فأي شخص عنده بروغرامنج سكيلز يقدر يزود عليها جزء خاص بالجاي اس أو أي شخص عنده جاي اس سكيلز يقدر يزود عليها الجزء الخاص بالديبلوبمنت ويحقق المعادلة بالنسبة للشوفت سكيلز المطلوبة فعند الجاي اس ديفلوبر وبالأخص الجاي اس اناليست هي مهارات التواصل تكون جيدة جدا لأنه بيتعامل مع أشخاص بخلفيات متعددة وكمان بيتواصل مع باقي أفراد الفريق طول المشروع ودي بعض الكتب اللي بنرشحها وتكون مفيدة لتعلم مهارات التواصل الصحيحة طيب ايه هي الأماكن أو الشركات اللي ممكن يشتغل فيها الاناليست أو الديفلوبر؟ فيه كذا نوع من شركات نظر معالمات الجغرافية فيه السليوشن ان سيرفيز بروفايدر اللي بتقدم لنا الجاي اس ابليكيشنز المختلف القطاعات زي كارت لوجيك جلوبال جيوباتسي كواليتي ستاندرد خطيب وعالمي بنتا بي وفيه الجاي اس سوفتوير ديستريبيوتر زي ازري نورس ايست افريكا أو ايج برو بتكون موزع لبرامج نظر معالمات الجغرافية بشكل أساسي بالجانب الدعم الفني المصاحب له وبرضو بتقدم الجاي اس ابليكيشن لمختلف القطاعات يعني ممكن نلخص دور شركات السليوشن ان سيرفيز بروفايدر في توفير التطبيقات لنظر معالمات الجغرافية ودور شركات الديستريبيوترز في بيع برامج نظر معالمات الجغرافية وتوفير تطبيقات لنظر معالمات الجغرافية في نفس الوقت ودي بعض الأمثلة لأسئلة مقابلات شخصية للعمل في مجال الجاي اس بصفة عامة ومجال محلل نظر معالمات الجغرافية بصفة خاصة تقدر تاخد فكرة عنها ودي طبعا على سبيل المثال للحصر نصيحة أخيرة نختم بيها كلامنا إن النجاح يلزم التمييز والتمييز في المجال ده عن طريق متابعة الأحدث في مجالك وخاصة فيما يخص تكامله مع المجالات الأخرى زي Machine Learning in GIS Big Data in GIS ودوليهم فيديوهات في إذر إيفنتس على اليوتيوب IoT and GIS E-book اسمه From Internet of Things to Smart Cities Enabling Technologies GIS and Business Intelligence ده ليه كتاب اسمه Data Analysis and Visualization Using Python Analysis Data To Create Visualization For PI Systems وبشكل عام في موقع إذر إبريس تقدر تتابع فيه Technical Articles and Latest Events كل الروابط للمصادر دي ومصادر الكورسات اللي بنرشحها في Technical Skills اللي تكلمنا عنها هتكون موجودة في ملف مرفق مع الفيديو شكرا للمشاهدة